السلام عليكم. أنا معكم عبد المغيث الطيبي. كنت في الخيرية الرباط. متخل عنهم. عندي لأم. عندي لأبا. أنا حليس عيني من صور ديالي. وانا كان عرف راسي في المؤسسة ديال الرباط. للمريمية. هذه البلاسة اللي عشت فيها قوي. اللي كبرت فيها. وكل صافي مني كبرت شوية. وكانت في عمر عشر سنين حاولوني الخيرية ديال بن سليمة. من الخيرية ديال بن سليمة دوني الوزة. مني مشيت الوزة كانت في عمرها عمرها 14 عام. 14 عام وانا في وزة. صابي مني قبل من دير 18 عام قالوا لي خسك تخرج تقلب على العراس. صابي قال لي كتشاري القانون يقول كتفو 18 عام خسك تخرج تقلب على العراس. صابي عني مني خرش قبل 18 عام خرش كل مرة وفيكن. طلعت للشامل. طلعت للأدية التيطوان. بقيت تماماية في تيطوان. بقيت فطانجة. كان بات بره كل مرة وفيكن بات عانيت من صغور ديالي وانا كان عاني. من صغور ديالي وانا كان عاني كل مرة في بلد كل مرة مرة في الناضر مرة في حسيمة كل مرة مهم. أنا حياتي مني حلت عيني وانا عيش مكرفز وعيش معدب ولكن ما عرفش ما هو الحال. كمشي للعام على باش نطالب شي حاجة اللي نخدم بها ونستبد منها وانا قلقتها حاجة. ما عيس ما خليت مادر تقلبت على الوالدين ديالي. الام ديالي كقلب لها مارفع تشرع. رأى مني حلت عيني وانا كقلب لها الام ديالي ملقت لأم. ملقت لأب ملقت لا يعاملني ولا ليساعدني ملقت واحد اللي يوقف معايا. ملقت واحد اللي يوقف جنبي. مني حلت عيني وانا مكرفز ما عمري ملقت شي حاجة اللي غد انبشر بها رأسي الي. الحد الان دابعي. أنا في عمري 28 سنة وبقي ما عندي تشيحة وبقي ما ديرت حاجة في حياة جاءتني واحد الفرصة اللي زمان مع مري ما كنت كنت تصوره وما رقيتش الليد المساعدة وما رقيتش الزمان اللي عاولني ولا اللي بقف معي أنا كنت أقلب على وليدي وده ما أعرفش شفت لبيبان كامل تسدولي فوج ما هي هذه الفرصة اللي جاتك؟ جاتني واحد الفرصة ديال العمل خدمة في السيرفور في الكويت وهت سيد هذا اللي تكلف لي الله يكتر خيره الله يرحم لي الوالدين ولكن بقيتني أوقات حاجة واحدة اللي نقصاني البيض يا الطيارة ما عندي شي باش نخلص ما عندي شي باش نخلص لا عندي شي باش نخلص ما عندي شي بننجيبه ما عندي إلى أم وما عندي تاafar الوقوف الواحد اللي يقاف معي ولا الله اللي يعامني هو أقلب لك الى الخدمة؟ هو أقلب texture خلص لي تنبر خلص لي كلش وَلكن البيض يا الطيارة ما ما أعرف شي بش نخلص إست عروب صوف اللي باش نخله سنة الطيارة وهذه الفرصة هذه الزمارة أول مرة تعتطني وما عرفتش شنو غادي نعمل واش خصك تمشي هادلي يام؟ أنا خصني مشي هادلي يام وغدا خصني قطع السيد لبارح عياتلي قليل لما قطع سي شي زمان على اليوم ولا غدا قلني صبيرة غادي تمشي لك وما عندي شي شي واحد زمان عيوقف معي ولا لي عاملني وكانت منها من الله وكانت منها من الله هذه الفرصة هذه ما تدعنيش كانت منها من الله ما حيت ما عندي لا أم ما عندي لا أب ما عندي هذا واحد لغا مش ندق عليه ولا أولياتيين ولا maker ما عريبش شي وذه با عرض البارح الله منعز الله ما نعز البارح ما عرفش شي كله غاية يشكلها يقطع لها الفيديو الطيارة عندي الباس بور عندي الفيزة عندي كل شي ملك ما بغيتش دعف هادل فرصة كيم متعتف وليديك؟ ما بغitش نضاع الح prereحلي سعينية ودابت مني عشرين سنة وpciónه بقي معدب جاءت الفرصة هذه بغيت زعمال مشيقالة على رأسيه مع الدب دب جاءت الفرصة هذه خسني مشي الله ما بغي نضيع الفرصة ما عندي شي مني نخلص هذا المبلغ هذا يصب على فدران ما عندي مني يخلص شن هو النيداء ديالك؟ أنا النيداء ديالي اللي شاف هذا اللي لايب هذا ولا اللي شاف هذا الفيديو هذا بغيت المحسنين يعاولون واللي زعمال ليقدر يخرجني من هذه المحنة حيث ترى دبا بحالة غيتخلق لي عمر جديد إلا زعمال يعني ما بغيتش تضيع هذه الفرصة وفي نفس الوقت بغيتش تعرف على الواليدة ديالك؟ بغيت نعرف والدية باش مني مشي نخدم إن شاء الله يا ربي غا نزيد نقلب على والدية حتى والدي يا رام 14 عام متدرت 18 عام وما بقي كنقلب عليهم ولكن دبا صعب ينسيت هذا الموضوع حتى كان شوبراسي كان جريه في الهوية كان جريه في الهوية ما عاروش يجكون غيه وقف معيه ما عاروش يجكون غيه ومشكل دبا هنا يلحد الآن بقي كان عياني في الكرة في الخدمة اللي خدام فيها ما عاروش يجنو غدينه من عد 7000 ريال اللي غدين خلصينا يا ديالك 7000 ريال باش خدام؟ باش خدام في السيمة 7000 ريال ولكن 7000 باش غامشي نخلصها بطيارة ما عندي شي باش نخلص وكنت منها من الله من المحسنين وقلوب الرحيمة كان ما كرهش شي واحد شي واحد يدرني بحال ولدو ما حتات فرصينا دعت ليسا ما تنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب واتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام ترجمة نانسي قنقر